بسم الله اللهم صلي وسلم وبرك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين راحب بكم مشتركاتي الحبيبيات ان شاء الله تكونوا كامل بخير انتم ما تشوفوا في هاد الفيديو واستمحوني مبدعياتي على هاد الغياب الطاويل لاني رجعت لكم فيديوهات جديدة ومفيدة وان شاء الله ان شاء الله تستفيدوا منها بزيف ومعليكم حبو بيتي غير تشجعوني وتدعموني باللايك لبنات وتعليق محفز بهن نقدر نديركم فيديوهات أكثر وأكثر بمناسبة شهر رمضان الكريم حبو بيتي حبيت نشارك معاكم الفيديو تا عنها اليوم انا اليوم راح نخدمه نخيطه سيدوا طابل لديليهم في شهر رمضان ولا تحطيهم في اي صفرة هنا لبنات اللي حبت تخدم نفسها ولا تستعملوا مشروع مصغر راح مشروع ناجح بالبزيف معليك غير بالإتقان والإشهار لبنات نبدأ والفيديو تا عنها اليوم لبنات على بركتي الله أول حاجة بهن نخدمه هذا الطاقم راح نحتاج أنا هنا لاستيك لاستيك هنا لازم يكون الرقيق خلاص لبنات ما هوش لاستيك تاع الكوبا كي من هاد لاستيك تاع واحد تاع 2 ميلي متر هاو تتلقاوا عند محل لوازم الخياطة نحتاج هنا زوج أنواع تاع كتان لابوبلين ولا ليدرا لبنات هنا عندكم الاختيار تحبوا تخدموه في زوج جاي فلوري تحبوا تخدموه كما أنا جابتلي لكليونت انتاعي طرف فلوري وطرف فليني أنا لأوني لبنات جابتلي منه واحد متر والفلوري جابتلي نصف متر من الأحسن أنكم تشريوا النوعية المليحة اللي جاية أونتي طاش بها تساعدكم في التنظيف أما هذا الكونطرة البلاكي لبنات اللي راكم تشوفوا فيها تلقاوها عند المحل اللي يبيع لوازم الحلويات لبنات الله أعلم يكون الثامنة تاحا عشرة لاف للوحدة وتقدرو تخدموها عند المينويزي بالقدرة اللي تحبوه عندكم الاختيار لبنات وهذه هي اللوازم كامل اللي نحتاجوها رايحين نبدأ بالتفصيل أولا رايحين نبدأ بالتفصيل مع الكتن الفلوري هنا لبنات أنا رايحين نفتحه كامل نصف مترات تعلق ماشي الفلوري حنفتحها كامل انتو ما عندكم زوج ضرق للاختيار في التفصيل إما رايحين تخدموهم كمشروع هنا لازم الطريقة هذي تعتفتحه القماش كامل ولي مش راح تخدمهم مشروع تخدمهم من المنزل كما نقولو حابة ست قطع هكذا تقدر تثني القماش وتفصل ست قطع أما اللي رايحي حابة تخدم مشروع هنا لبنات كل ما وفرت في القماش كل ما زادوا لها القطع أكثر وأكثر هذي طريقة لبنات ثانية اللي اثنينا فيها القماش تثنيوه هنا يا لبنات الكتين تتعلي دغا وتجيبوا القرص كونتر بلاكي وتفصلوا عليه راحين نتحصلوا هنا يا لست قطع هنا الجزء العلوي ما راحش يكفينا به نزيد ونديروا القطع يسمى نديروه في الجزء السفلي ولا نديروه متعكس راح يخرج لي هنا يا ست قطع أنا هنا راح نعتمد الطريقة الأولى اللي وريتها لكم في الأول هي تفتحي القماش كامل وتبدأي التفصيل انتاعه قطعة بقطعة راح نجيب هنا يا لبنات الكونتر بلاكي نحطها فوق القماش بهنا الديولافورم الدائرية عليها راح نخلي مسافة ربعة سنتيم هنا في الحاشية لبنات هنا خلوا مسافة ربعة سنتيم معينو النقطة تكملوا الدورو عليها وتحدو نقاط على كامل الأطراف التاع الكونتر بلاكي بهذا نكونو حددنا الشكل الدائري بنفس المسافة ربعة سنتيم ونحدد كامل النقاط بهذا الطريقة اللي بنات راح نهز قطعة الطاب شور ونتبع النقاط هنا تحبو تتعملو طول الميقص تحبو ترسمو الخط بهتجيكم الطريقة أسهل لازم يكون لا فورمان تاعنا صحيحة في القطعة الأولى لخطر راح نخدمو عليها القطعة البيقية نجيب الميقص نتبع لا فورمان اللي كنت رسمتها هذه هي لبنات النتيجة اللي خرجتلي وتحصلنا عليها هنا هذي الزيادة لبنات اللي درتها حق الخياطة والسورجي ولا ستيك لبنات بهت تحكم لي مليح في الكونتر بلاكي نعود ان نفتح القوميش ونجيب القطعة الأولى اللي فصلتها ونحطها على الوجه المقابل ونبدأ نفصل قطعة أخرى على حسابها وبنفس هذي طريقة لبنات راح نكملها على كامل القوميش راح نخدم القطعة ونشوف قدها نخرجت النجز وباها نسرع في الخدمة لبنات راح نستعمل الدواء الرزوج ونفصل عليهم هنا راح نكمل كامل القوميش ونشوفوا مع بعض قدها تحصلنا على قطعة لبنات كنا نطوي والقوميش راح نتحصلوا على ست قطعة أما كنا نفتح القوميش كامل وتتابعوا هذا الطريقة راح نتحصلوا على ثمن قطعة بهذا الطريقة لبنات ها بثمن قطعة تحصلنا عليهم التفصيل هنا كون تطوي والقوميش ما راح نجي تتحصلوا على هذا العدد اللي تحب المشاريع من الأحسن لها أنها تكون يكون تشيل كتين المطراج يكون كبير وتستعمل لهذا الأسلوب راح تتحصل وتستفيد منهم أكثر هنا لبنات راح ننجي للطراشن أنا هنايا ثنية المطران تاعي على ربع طييت بهنا تحصلوا على ثمن أجزاء هنا لبنات هذا الجزء الأول هذا الثاني ثلاثة أربعة وهذا لبنات أربعة يعني لبنات راح أنا نفصل ثمنة راشن في مرة واحدة أما بالنسبة للقياس لبنات التعال ترشونة راح نديروا كل ضلع طول انتاعه وربعين سنتيم هنا لا حبيتهم يجوا مقدرين ديروا ربعين سنتيم حبيتهم يجوا كبير شوية ديرهم خمسة وربعين سنتيم كل واحد على حسب الرغبة نتاعه هنايا أنايا كملت فصلت القطعة هذيك الزائدة راح نفصل الآن كامل للطراشن هنا ندوروا معهم كامل الجزء اللي نلقواه ماهوش مفصول راح نجيبوا المقص ونفصلهم كامل باهم نتحصلوا على كل طرشونة وحدها وفي النتيجة نهائية لبنات تحصلنا على ثمن قطع ثمن طراشن مع ثمن دوائر يكونوا الاعداد متناسبة مع بعضها الآن رانا خلصنا جزء التفصيل راح ننتقلوا مع بعض الجزء الخياطة كاملوا تبعوني بيتعرفوا كامل الخطوات اولا اللي بنات في جزء الخياطة راح نجيب كامل الاقراس وراح نخدمهم بالوحدة كل وحدة اللي بنات راح ندوروا عليها هنايا في الحاشية من الاحسن اللي بنات انكم تديروا لها سورجي راح تجي يعني احسن واحسن بصاح اللي ما عندهاش هنا سورجي تخدم كامل هنايا راح تثني ثنية صغيرة جدا ودوروا عليها كامل بالزيقزاق وهذه هي النتيجة اللي بنات بعد ما درت عليها كامل بالزيقزاق ان طريقة هذي راح نكمل انتباحها في كامل القطع الاخرى راح نكملهم لبنات وبهما نطورش في الفيديو نوري لكم النتيجة النهائية وهنا حبيت نوكد لكم لبنات اللي راحين يديروا الزيقزاق في السورجي راح يجيين فيني اوحدها اللي هنية اللي تعود احا تدير الزيقزاق من الاحسن انها تدير الثنية فهما جيناش الحاشية مسنسرة فيها هذوك الخيوط اللي يخليوا لا فينيسيو مهيش مليحة وبهنا نداركوا لبنات هنايا الوقت انايا كنت كملتهم كامل القطع الثامانية راحين نحطهم هنايا على جنب ونبدأ والخياطة نتاع الطراشن هنا الخياطة تاع الطراشن سهلة جدا راح نفتح الطرشونة الاولى ونبدأ نرجع هنايا للحاشية ونثني ثنية صغيرة جدا نديروا هنايا لبنات الكفة تكون رقيقة ما ديروا هاش خشينا بزاف فبهجيني الخدمة باها نثني ثنية صغيرة نصف سنتيم ونزيد نثنيها مرة ثانية ونبدأ نخيط ونتبع في الطيام حتى نخرج للزاوية لبنات راح نكمل نثني قبل ما نلحق للزاوية نزيد نثني مرتين في الخط الثاني كي نلحق له لبنات نثبتوها برأس الإبرة ونعود ندور معاها باها تخرج للزاوية قائمة وجينين فين يمليح بهذا الطريقة راح نكمل كامل القطع بنفس هذا الشكل وبعد ما نكملوا لبنات هذه الخطوات راح نرجعو هنايا للأقراس الأولى هنا اللي كنا فينين يهم راح نجيبوا الآن لاستيك ونبدأ ندوروا عليهم كامل نبدأوا أولا بتثبيت طرف لاستيك بالإبرة من بعد راح نحاولوا نجبدوا لاستيك نكسلوه ونخيطو بهنا تحصلوا على الكاشكاشة المطلوبة بهذا الطريقة لبنات راح نحاول نصيريهم مليح بهن يجوني ثابتين مليح على القرص الكونطر بلاكي اللي جبناه هذا هو الشكل اللي تحصلنا عليه راح نكمل بنفس هذه الطريقة نخدم كامل الدوائر أنا هنا يختصارا للوقت كملتهم كامل راح نوري لكم كيفية نلزقوها هنا راح نثبت هذا الجزء ونحاول نمشيه مع كامل الكونطر بلاكي هنا لبنات كل ما كانت مشبوحة راح تخرج لنا نتيجة باهية بهذا الطريقة راح يكون الجي الخدمة لبنات مرخوفة راح يجي الشكل انتاعنا ماهو شباهي وبعد ما كملت كامل الدوائر لبنات راح نوري لكم الشكل النهائي مع الطرشونا هنا الطرشو لبنات يجي الشكل انتاعها بهذا الطريقة أنا افتحتها وتحكموها هنا في الوسط هنا تحبو تشكلها بطريقة اللي حبيتوا أنا ما عنديش هنا الخواتي من تاع الطرشن استعملت لكم برك هذا الدائرة لقيتها عندي باه نوري لكم الشكل كيفية راح يجيني شوفوا لبنات النتيجة راح تجي قمة كي تتحط في الصفرة في المائدة رايحة تمدنا منظر رقي جدا وتزيد جميل في المنظر انتاع الطاولة ولي تتقسيني هنا حبو باتي على الخواتي من تاع الطرشن راح نتلقاهم دايما في محلات الاواني وبالاسعار اللي تحبوهم بلا ما تنسوني هنا يا لبنات بعد ما خلصنا الفيديو ان شاء الله يكونوا نعجبكم ما تنساوش تديروا لي لايك وتعليق وتشتركوا في القناة اللي ما زالت مشتركتش في القناة باه يلحقها كل جديد فيديوهاتي لبنات دعموني باه نقدر نحط لكم دايما جديد والموفيد راح نتلاقاهم في فيديوهات قادمة بإذن الله وان شاء الله تطبقوا هذا الفكرة في الشهر الفاضيل ونسمن لكم كامل يعقب علينا بالصحة والعافية لبنات استنعوني في فيديوهات قادمة وأفكار قادمة في رعاية الله وحفظه موسيقى